سنين قليلة قدرت تحقق فيهم الفنانة اللبنانية كارمن بيسايبس نجومية كبيرة مش بست في لبنان ده في الوطن العربي كله خاصة بعد النجاح الكبير لمسلسل عروس بيروت غير الشعرة لاكتسبتها بمشاركتها في أعمال مصرية كتير وده وراء بنت عاشت طفولة مختلفة وقدرت تاخد قرارات غيرت مجرى حياتها في سن صغير جدا ولما حبت ما خفتش على طريق نجوميتها وتجوزت بدري بس تخلت حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء خليك معي عشان تعرف تفاصيل أكتر عن الجانب الإنساني في حياة كارمن بيسايبس اتولدت كارمن بيسايبس في بيروت أجازتها في الصيف كانت دايما بتقضيها مع عائلتها في جبل لبنان وده أثر كتير في تكوين شخصيتها الطبيعة والانطلاق في القرية ودخول مسابقات تتحدى فيها الولاد مش البنات وغيرها من تفاصيل نمت جواها روح المغامرة الروح دي خلتها تتعلم سواءة العربيات من وهي عندها 14 سنة ومن أول مرة تجرب فيها سواءة لخافة ولا همها مخالفة القانون اللبناني اللي بيمنح رخصة القيادة للمواطن اللبناني في سن 18 وبقت تاخد عربية أبوها من وراء وبعد ما تمت 15 سنة بدأت تشتغل في الإعلانات ومن ساعتها تحول حلمها من إنها تكون محامية وبقى كل شغفها للفن أول خطوة في طريق تحقيق حلمها خدتها وهي عندها 18 سنة من وراء والدها ساعتها كان معها فلوس حوشتها من شغلها في الإعلانات فقدمت على دراسة إخراج في نيويورك ولما تقبلت فاجئته بقرارها الصدمة مخلتهش قادر يستوعب إزاي بنتها تسافر وتعيش في أمريكا لوحدها بس في الآخر استسلم لرغبتها وسفرت كارمن ولما رجعت أخرجت كان فيلم قصير الانطلاق الحقيقي لكارمن كممستلة كانت سنة 2011 بمسلسل الجمعة وبعده شاركت في أكتر من مسلسل مصري الأضواء والنجاح اللي حققته كارمن عكس خالص طبيعتها الخجولة وده اللي مسبب لها عقدة كبيرة من وهي صغيرة والشها بيحمر بسرعة وضربات قلبها بتزيد ومش قادرة تفهم لحد دلوقتي ليه في الوقت اللي أكدت فيه إنها اجتماعية جدا وبتحب الناس وفي الوقت اللي شكل كارمن الجذاب وجمال ملامحها الهادي شغل الكتير أكدت الفنانة إن شكلها ما بياخدش كتير من تفكيرها وإنها مع إن الممثلة ما تلعبش في ملامحها بأي حاجة تغيرها عشان تكوين وشها الطبيعي بيفرق كتير في تعبيراتها على الشاشة وقالت إنها مستحيل تتخلى عن شعرها الإسود إلا لو الدور يتطلب ده إنما في الطبيعة لا وعن سر جمال بشرتها وبحت إنها برى الكاميرا بتبعد عن المكياش تماما عشان تدي الوشها الفرصة إنه يتنفس الكتير ما يعرفش إن كارمن متجوزة وده لإنها حريصة جدا على إن حياتها الشخصية تكون بعيدة عن الأضواء حتى إنها لما تجوزت سنة 2017 كانت بالفعل بدأت طريقها الفني بس منعت دخول مصورين صحفيين لزفافها والحد النهاردة ما بتحولش تذكر اسم جوزها أو أي معلومات عنه في الوقت اللي أكدت فيه إنها عاشت قصة حب جميلة معاه الموقف الوحيد اللي تكلمت فيه كارمن عن جوزها في الإعلام قالت إنه رومانسي جدا يمكن أكتر منها لدرجة إنه بيفكر بشكل إبداعي عشان يفاجئها كل فترة بحاجة جديدة يعبر بيها عن مدى حبه لها وده مش بس بالكلام دي وصلت لإنه يعرض نفسه للخطر عشان يكون جنبها وقت ما تعبت في تركيا لما كانت بتصور عروس بيروت هناك والدكاتر قالولها لازم تعمل عملية الزايدة والمشكلة إنها كانت مصابة في نفس الوقت بكورونا خطورة وضعها أكبر الدكاتر يعملولها العملية حتى وهي مصابة بس منعوا عنها الزيارة تماما وعزلوها فاتفجئت إن جوزها وصل في نفس يوم العملية وقرر يعزن نفسه معاها حتى إنه تعادى منها بس حبه وخوفه عليها وده المواقف اللي قالت عنه الفنانة المواقف دي هي اللي بتبقى وبتحسسك إن شريكك في الحياة الزوجية هو الاختيار الصح والسند ليكي في وقت ضعفك